بين تداول السلطة وتدوير السلطة، تقارب في اللفظ وافتراق في المعنى. الأولى مبنية على أسس ديمقراطية، والثانية مبنية على الاستبداد والمحاصصة. في العراق حكي عن ديمقراطية حديثة أسسها النظام العسكري الحاكم في بغدادة من قبل الغزو الأمريكي. فوضعت قواعد لعبة سياسية تعتمد على تدوير الأشخاص ضمن تفاهم حزبي، كانت مضلته تعليمات الاحتلال الأمريكي ثم الإيراني. سنوات طويلة وعماد المنظومة الحاكمة هو حزب الدعوة، حتى كثر الشركاء وتزاحموا ليزيح الحزب عن الواجهة بأحزاب لا تختلف عنه من حيث التوجه والمسيرة. أربع سنوات كغيره من الدول الديمقراطية هي مدة البرلمان والحكومة والرئاسة في العراق، وتجرى أيضاً انتخابات كانت تفرض على الشعب فرضاً قبل أن يقاطعها بشكل شبه كلي عام 2018. هذه التوليفة السياسية يفترض بشكلياتها أن تعبر عن نظام ديمقراطي، لكن الشعب الرافض لها يدرك أنها مجرد كرة يتقاذفها شركاء تدمير العراق فوق ملعب خرابه 16 عاماً ويزيد. ما الذي جلبته ديمقراطية واشنطن؟ يجيب الشعب عبر احتجاجاته التي لم تهدأ. جلبت الفقرة والجوعة والتشريدة والطائفية، وحولت طهارة أرض العراقي إلى مكب لنفايات المشروع الإيراني، فرخت ميليشيات وعصابات سطت حتى على هواء البلاد، ولم تترك قشة إلا ونهبتها، تاركتنا الشعب في وجه عواصف المجهول المرعب. من المقاومة المسلحة إلى انتفاضة تشرين، شعب بلسان واحد يقول لا للمنظومة الحاكمة منذ الاحتلال وحتى الآن. بالحديد والنار قمع حراك المدن المتفضة، وبالأسلوب ذاته قامت فرق الموت بقمع انتفاضات متتالية، كان آخرها احتجاجات جنوب ووسط العراق عام 2018. لكن وسائل القمع والترهيب لم تثني الشباب العراقي من أن ينتفض مجدداً بزخم أكبر، بعد أن فهم الحل وأدرك طريق الخلاص. لا أمل في الإصلاح حتى نطالب به، بل أن المستقبل المنشود يحتاج إلى اقتلاع جذور كامل العملية السياسية، حتى صارت الثورة بالنسبة له أمالة وواجباً أخلاقياً ووطنياً لإنقاذ العراقي من مخالب الاحتلال وأظافر أتباعه.